السلام عليكم أهلين فيكم في فيديو جديد كثير سألني شنو أخذ الشاحن المناسب للميكسيف قبل تكلمت وقالت الموقع حقها مش لازم تأخذ الشواحن حقتها الخاصة فيها أي شاحن يعني الدعم البي دي ثلاثة ويكون الفولتج تسعة والأمبير 2.22 راح نشوف احنا معاكم هذا شاحن من أنكر ومكتوب عليه يعني الشاحن نفسه حتى في العلبة راح يكون مكتوب عليه مثل ما يشوف هنا إذا باين عندكم مكتوب هنا تسعة فولت و 2.22 أمب فهذا الشي اللي أبل تكلمت عنه هذا يعتبر كأرقام حين مكتوبة يدعم الشحن السريع للميكسيف وللآيفون برضو تقدر تركبه بالكيبل ويدعم لك 20 واط أو بالميكسيف يدعم لك 15 واط راح نجرب معاكم مشواحن ثانية مثل هذا الشاحن من أبل 18 واط للآيبادات الغديمة والآيفونات 11 برو و 11 برو ميكس والآيبادات الغديمة الآن الآيباد 20 و 20 أو أنك شريتها بداية ما نزل راح يكون معا 18 واط لكن الآن أبل غيرتها وحطت لك الشاحن معا 20 واط هذا 20 واط مكتوب عليه في الجنب هنا أو للآيباد إير إذا شريت الإيباد إير راح يكون معا أورودي 20 واط لهذا الشاحن نفسه فهذا مكتوب عليه 20 واط راح نجرب معاكم شواحن ثاني برضو أنكر عندي هذا هذا الشاحن يدعم لك USB-C 2 هنا مثل ما نشوف والمداخل اللي يعطيك هي USB-C 18 واط ويعطيك USB-C 60 واط راح نشوف هل إذا زدنا الواط عطينا فوق العشرين اللي قلت قبل عنه هل راح يعطينا الشاحن أسرع ولا لا فإذا ما عطينا الشاحن أسرع هنا مثل ما نشوف شكل الكمبيوتر فهذا قدرت شحنا الكمبيوتر 60 واط أو البي تي يقول لك الجوالات ونجرب هنا ونجرب للـ 60 واط هل الـ 60 واط راح تطينا شحن أسرع ولا لا ورح نجرب معاكم برضو أعلى هذا الشاحن اللي يجي من الحق الماكبوك كبرو 16 انش اللي هو مثل ما نشوف 96 واط فهل راح تفيدنا ولا لا بعدها شخص يقول لك نخذ شحن أعلى هل راح يضر في الجهاز إذا عطاني الشحن للجهاز أكثر فرح يضر لكن ما عطاني أكثر فما راح يضر ما في فارق بين تشتري شاحن 100 دولار أو تشتري شاحن 20 دولار راح يشحلون نفس الشيء راح نستنتج عحل معاكم بالشيء بهذه القطعة هذه القطعة تركبها في الشاحن نفسه ويمر الكهرب وتركبها في المكسيف أو أي شاحن ثاني فيعطيك كم الكهرب اللي راح يأخذ الجهاز فنشوف معاكم نبدأ معاكم بشاحن 18 واط اللي هو هذا هو نركبها في الشاحن نفسه نحطه في الكهرب ونشبك المكسيف طبعا رازم نتأكد أن الجهاز حقنا تحت 70 الشحن لان إذا كان فاق السريع ما راح يضرني الشحن السريع وبرضو راح نشوف معاكم الآن ان الشحن السريع نفسه ما راح يكون ثابت ينزل على حسب حرارة الجهاز وكل شيء من الجهاز عندي حين بارد فاوكي ممتاز راح نشوف الشحن اللي راح يعطينا ركبنا معاكم حيانا ما تشتغل هذه القطعة لازم تقلبها اوكي اشتغلت اشتغل الشاحن نبدل ما نشوف نقرب معاكم وننتظر دقيقة ونشوف كم راح يعطينا بـ 18 واط هذا الواط هنا مكتوب 9 الآن نشوف كيف اختلاف الواط أو التردد بنا يرقوا ينزل هذا الشيء الطبيعي للكهربالبيت لازم يكون كده طيبة توقع كده كفاية فـ 18 واط الشاحن حق قبل أعطني تقريبا 12 ونص واط مثل ما نشوف نتقل معاكم شاحن ثاني في النهاية نفس الشيء 96 واط أعطني نفس الشاحن 18 واط حق قبل نقدر نقول 12 ونص برضه طيب نجرب معاكم اشياء اللي كلمت عنها قبل او الاشياء اللي تقولك تدعم 15 واط شاحن أبل 20 واط هذا هو ونجرب شحن انكر لكن دعنا نبدأ شحن انكر بداية 20 واط بالمواصفات اللي تكلمت عنها قبل بدأ الشحن اللي هي 9 فولت مثل ما قلت لكم والأمبير 2.22 نشيك على الايفون إذا كان ساخن لا حتى القاعدة مش ساخنة أبد يعني حرارة الجو في النهاية نقدر نقول نفسهم كلهم خلي هنا الشاحن 20 واط أعطاني 12.5 هذا أعلى شيء نجرب الشاحن أبل وهو 20 واط اللي تكلم عنه هذا الشيء اللي تفضله في النهاية هذا أعطاني شوي أعلى من دليك ما انتبهت أنا أن دليك لو وصلوا شواحن الغديم 12.6 لكن هنا مثل ما نشوف يوصل 12.6 هذا أعلى الظروف فحين عندي لكن لو حطيتها أعلى يمكن فوق العشر رقائق راح يرتفع لكن ما راح نحكم زيادة راح نقول إن هذا عطاني 12.6 هذا 20 واط عطاني نقدر نقول 12.6 واط طبعا الشخاص اللي بيتكلمون هل الشاحن ارتفعت حرارته ولا شيء راح نجرب معاكم بعد ما شحننا هم كلهم ديلي هذا الشاحن نشوف حرارة الشاحن نفسها مثل ما نشوف حرارة طبيعية ما تحس بأي شيء نفسها ما راح نقول نفس القزاز لكن ما في فرق كثير يعني فهذه الشواحن كلها في النهاية ما نستنتج نستنتج إن الشحن السريع اللي تكلمت عنه أبل أعلى شيء في الآيفون 12 برو برو ميكس وطولف العادي قالت لك أبر راح يعطيك 15 واط حينما ما أعطينا 15 واط لكن أفضل الظروف راح يعطيك 15 واط مثلا شاحنة من الصفر إلى 100 في نسبة من النسب وإذا كان الجهاز مثلا المتروك تنايم راح يعطيك 15 واط و راح ينزل بعدين فوق السبعين لازم كلهم ينزلون الشحن السريع راح يكون من الصفر إلى 20 تحت السبعين وبعدها لازم راح يبطى بهم كلهم اللي موجدين هنا هل في فرق ما توقع في فرق مثل ما نشوف كلهم على 12 واط لكن أفضل الظروف هذي اللي راح يرقون فوق الخمسة عشر واط أو أحيانا في الخمسة عشر واط أنا شحنت بهم طبعا التست اللي سويته بهذه سويته بالفيديو الآن لكن قبل سويته قبل ما أطلعوا الفيديو أعطاني في الظروف هذه أفضل الظروف أعطوني في الـ 14 و 15 خاصة هذه العشرين واط مثل ما تشون في الفيديو هنا عندكم 96 واط وذلك ما أعطاني أكثر فش اللي تفضل طبعا لايفونات 12 وبرو 12 وبرو 12 وبرو ماكس 12 سيعطيك أفضل الظروف 15 12 مني سيعطيك 12 واط فلو نشحن بلايفون 12 مني هنا ما سيعطينا فالظرف اللي سيعطينا الآن في نفس الجهاز والشغل في الباكيغرون قاعد يشتغل أتوقعنا بيعطينا 10 إلى 11 تقريبا بالكثير مثل ما قلت لكم حتى الثروف المني فأفضل الظروف سيعطيك 12 واط هنا في النهاية ما نستنتج؟ ما في فرق أرخص واحد منهم كلهم لو عندك فقط آيفون ستشحنه وما تبي قطعة ثانية معك هذا أنكر 16 دولار تقريبا وهي الدعم اللي قلت لك يا أبل إذا كان عندك شاحن آيباد 2020 طبعا قبل قمت تحط الشاحن هذا في الآيبادات الجديدة في 2020 إذا شريتم الآن وجدد ليس مخزنين في المخزن عندهم سيعطيك 20 واط سيكون داخل البتل آيباد 2020 إذا عندك آيباد 2018 آيفون 11 برو 11 برو ماكس سيأتيك هذا الشاحن 18 واط بالنسبة لي ما في فرق في هذا الظرف لكن سيرقى أكثر وبرضو لو رقى 15 واط مثلا هذا الصعد صار 15 واط هذا أفضل الظروف أو رقى أكثر لا تتوقع أن هناك فرق في الوقت يعني هذا لو بشحن جهازك مثلا ساعة ونص مثلا هذا ما رح يعطيك أكثر يعني أوكي ساعة ومش نص مثلا ساعة و40 دقيقة وهذا أسوأ الظروف ليش واط حاطنا هنا مثلا 10 دقائق بس فرق ما يعتبر في فرق في 18 واط وهذا التي تتوقع رح يعطيك شاحن أكثر أن تدفع قيمة 30 دولار مثلا حق 60 واط ما أعطيك فرق بين ديلي فأحفظ فلوسك واشتر لك واحد من هذه 16 دولار ولا تدفع لحق 30 دولار وانت ما رح تأخذ فيه فرق في الشحن إلا إذا كان عندك لابتوب حرام في نهاية الفيديو هذا المكسيف وهذا الدعمة للآيفونات الجديدة اللي فيها مكسيف بعض الأشخاص يقول لك لو عندي آيفون جديد وشحنت فيها رح تشحنت آيفونات غديم مثلا لو عندي آيفون غديم أقول لك رح تشحن آيفون غديم عندك طبعا ما رح تلصق لكن بتشحن شحن ويرلس عادي لو تحطها مثل ما نشوف يشحن عادي طبيعي ما رح يعطيك الـ 14 واط الـ 15 واط لا رح يعطيك 7.5 واط في أعلى الظروف لكن رح تشحن حتى مثلا سماعة تابل الـ AirWords رح تشحنها مثل ما نشوف فلعت اللمبة هنا ساعة تابل ما رح تشحن طبعا ساعة تابل لازم قاعدة خاصة فيها تبدأ تشحن فيها هذه من قبل برضو موجودة في الموقع تقدر تبتح موقع عبلا تشوفها بس طيب في النهاية هل رح يؤثرون على الجهاز مثل ما شبنا لا ما رح يؤثرون الجهاز ذكي ويعرف المقدار اللي يحتاجه وإذا كان سخن الجهاز يدري لنا ما رح يأخذ المقدار اللي يحتاجه رح يقلل يعني لو جهازي حار رح يأخذ 5-6 واط 4-3 بكيفة لكن الشحن السريع اللي وصلنا له قبل شوي فمقدار معين في الشحن من صفر إلى مية رح يرقع لحق المقدار اللي قلنا لكم إياه يمكن أعلى من بشوي يمكن أقل من بشوي لكن هذه في أفضل الظروف بعد الـ 70% رح يقل الشحن ففي النهاية بالنسبة لي شيء الأفضل إذا عندك 18 واط الغديم خليك على 18 واط الغديم لا تشتري جديد ما في فرق فرق 10 رقائق أقل من 10 رقائق ما في فرق إذا ما عندك وعندك ايباد اير جديد خليك على 20 واط ما الايباد اير نهاية السنة مثل ما قلت لكم يعطيك 20 واط إذا ما عندك من ديلي وما تريد تخسر وتريد تشتري كمية كبيرة اخذلك الشاحن هذا الشاحن انكر أرخص من شاحن ليفون 20 واط لأنه قبل لا تقول لك لازم تشتري الشاحن هذا الشاحن عالمي والجهاز يتعرف عليه بما أنه 9 فولت و 2.22 ام مثل ما قلت لكم اشترى وسوف توفر 3 دولار تقريبا على كل قطعة سوف تشتري 4 قطع 5 قطع نفس هذه الشاحن سوف توفر هذه الشاحن اذا كان عندك أكثر من الجهاز أنصحك فيه صح ما سوف يعطيك أحيانا في نفس الشاحن هذه مع أنها 60 واط لكن ممتاز يعني ما سوف يؤثر في الجهاز الجهاز من الموقت لكم ذكي وأنا أفضل أنك لا تشحن بالشحن السريع إلا في وقت معين أنت بتطلع من البيت والأشياء هذه يعني أوكي بعد 4 قطع براها تطلع من البيت والجهاز فيه 20% وضعه في الشحن السريع بتنام ما لا داعي من هذه الشاحن كلها خمس واط الشواحن القديم من صنع الايفون حطه ونام ما يحتاج تحطه في هذه الشواحن 6-9 مواط ما أنصح الشخص مرة ثانية يقول لكم يشتريه علشان يشحن الايفون لحق مثلا 20 مواط أو أغلى من 20 مواط ليش؟ والباقي يعني الستين أو السبعين والراحت لا يوجد فايدة هذه لحق اللابتوب إذا كان عندك لحق لابتوب أبل 16 إنش إشحن فيه أوكي لكن لا تشتريه لحق شاحن ايفون إذا كان عندك مثلا اير 30 واط أو 85 واط للشواحن الثاني لحق لابتوب أبل رح يكون نفسات الشاحن ما رح يعطيك أعلى منهم لأن المكسيموم لحق أبل قدتك 20 واط لكن أحيانا الايفون يأخذ أعلى عادي بس وروابط القطع هذه كلها رح تكون تحت في الوصف إذا حطيتها كلها إذا قدرت 18 ورات متوقعة قدرت أحصلها من أبل إذا حصلتها رح تضعهم لكم تحت في الوصف السلام عليكم